اهلا بكم اعزائي طلبة التانية سنة في كل مكان. نهاردة معانا الجزء التاني من يونت 12 معانا لسن 3 ولسن 4. عنوان يونت كان بيقول وده اعزائي الطلبة في كل مكان هتكون الجزء التاني والاخير. كده احنا خلصنا اليونت 12 وخلصنا اليونت بتاعت الترم التاني. بعد الحلقة دي ان شاء الله هنبدأ نعد بعض الحلقات المتخصصة في بعض الاسئلة. وانا حابب اقول لكل حبابي في كل مكان اللي محتاج حاجات معانا جماعة يريد تبعت لنا كومنتس على اي حلقة. كل الكومنتس بتجيلي كومنتس على اي فيديو. قول انت طالب ايه بالزبط. هل انت محتاج قطع الفهم اللي هي محتاجين 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 لو الاختيار من متعدد. محتاجين احنا نرجع قواعد تاني على الترم التاني. معلش المقدمة انا بقولها مهمة جدا. عشان انا هنتظر تعليقاتكم. عشان بناء عليها هبدأ نجهز الحلقات او احنا مجهزينها فعلا. بس هنشوف ايه الاولى او ايه اللي احنا نحطها والاولوية اللي احنا ننزل فيها الحلقة. اهلا بكم اعزائي ومشاهدين معكم احمد عبدالشافي من قناة استاذ جرامر. يريد ان تفرج عليها الاول مرة وما عملش اشتراك لقناة استاذ جرامر. يريد ان ندوسها على كلمة اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس. عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسية للغة الانجليزية. في جميع المراحل الابتدائية والعددائية والسنوية. كان اطولت على حضراتكم معلش هنشوف اه الفوكابلوري بتاع لسن ثري ولسن فور من يونت تولف. افرد 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 يعني يتحمل نفقات. يعني امعها فلوس زيادة بحيس ان هو يدفع الحاجة اللي عايز اشتريها. الرانجمنت. الرانجمنت اللي هو ترتيب. اتند. اتند يعني يحضر. بويل يعني يغلي. كومبيتيشن يعني مسابقة. انفنتر اللي هو الشخص المختلع. لايف تشينجينج. دي صفة جماعة معناها مغير للحياة. موتيفيتد. موتيفيتد دي صفة برضو معناها متحفز او مندفع. ارجانايزر هو الشخص المنظم لحفلة او اجتماع. الاوتلاين معناها يوجز او يحدد خطوط عريضة. كورن كوب. كورن كوب اللي هو كوز الدرة. كريات. كريات يعني ينتج او يبدع. ديسكرايب يصف. ديفايس اللي هو جهاز. ديسبيلي معناها يعرض او عرض. دريد يعني مجفف. الكتريست يعني كهربا. انتري يعني دخول. يعني يمد او يوسع. كل الكلمات دي عدت علينا قبل كده في الترمي التاني. كلي او في المجمل. ودي كلمة بنستخدمها في الاساس على فكرة اللي هي يعني ايه في المجمل. لما تي تختم حاجة وتتكلم. بدال باورد. بدال باورد اللي هو يعمل بالبدال ودي صفة. يعني يقدم. يعني جايزة. يعني غرض. يعود تدوير. يعني يعني يزيل. يعني يصلح. اللي هو مرشح او يرشح. يرشح ايه بقى مش يرشح نفسه في الانتخابات. لا ده يرشح مية ينق مية. تمام. يعني متصابق نهائي. improve you. حسن. انترست اهتمام. انفنشن اللي هو الاختراع. solve يحل ودائما بتيجي مع كلمة problem. sort اوت يعني يفرز. انت بتفرز الانواع من بعضها. فرايتي اللي هو التنوع. venue اللي هو مكان اقامة حدث. مكان اقامة حدث. يعني لو في حدث معينة او مناسبة. هتقام فيه. يبقى الفينيو بتاعها في المكان الفلاني. وفوت يعني يدلي بصوته او ينتخي بحد يعني يصوت. مش يصوت يصرخ. مجموعة الفوكابلر اللي على معناها 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 مدخل او سبيل. ودي احنا كلنا حافظنا بقولك ايه انا عايز للانترنت. تمام. يعني سهل المنال او متاح. كنت ملاحظة ان كلها صفات يعني متاح او متوفر. هنا معناها فايدة او يستفيد. تمام. ولقدر الله ده نزيف. اللي هو الدم. يا جماعة يعني انجاز او اختراق علمي. احفظوا الكلمة دي كلمة دي مهمة جدا. يعني انجاز او اختراق علمي. اللي هي عاملة زي القرش عندنا كده ده. عملة في امريكا. اللي هو السياق حاجة خلناها الحصة اللي فاتت قريبة من كلمة اللي هو النص. وبالاس ما تنتقش اللي هي وفيات. دي تيل دي يعني مفصل. اللي هي تجربة. انوفيشن. ابداع خدناها. لابوراتري معمل. ليكود. ميجور يعني رئيسي. وبتسوي كلمة مين. ناشنالية اللي هي الجنسية. اللي هي عملية جراحية. برسنتج للنسبة المقوية. فارمكيوتيكل. فارمكيوتيكل اللي هو دوائي. ريسورش يعني بحث علمي. سولجر اللي هو الجندي. انشور يعني يضمن او بتسوي كلمة اللي هو طبيب جراح. هناخد الفوكابلر الموجودة في الوركبوك. شفت الكلمة اللي هي الاكسسورات. تمام. دي حرف جر معناها بينة. وبتسوي على فكرة كلمة اللي هي بينة برضو. اللي هي قريبة من كلمة بتوين. يعني مجموعة. يعني ايه? يعني مجموعة. كاماكروس. كاماكروس يعني يصادف. كومينيتي اللي كل درس بناخدها كومينيتي يعني مجتمع. يعني فرعي او غير اساسي. عكس كلمة ميجر. خدناها اكتر من مرة قلنا معناها الجيرة او الحي. ودي بتساوي او ايابة في المعنى من كلمة كومينيتي. اللي هو غير حكومي. يعني اختيار او ملابس او زي. يعني معقد يعني يسحف. اللي هو العميل او الزبون. اللي هي المنتجات الالبان. اللي هو المجهود. يعني يوم مشرحناها. اللي هو يصوم او الصوم او لو صفه بمعنى سريع. يعني برائحة الفكهة او بطعم الفكهة. يعني عالمي. يعني مشترك. يعني ايه? مشترك. يعني ملائم او متجانس. يعني يطور او يرقي. ضيق رائع من المعنى من كلمة يعني عملي. يعني ينتج. يعني التنوع. اللي هي يخفض او يقلل. اللي هي ديكريز. ثانوي او غير اساسي. بدلت نوم. اللي هي حل اللي تيجي مع كلمة. يعني يدرب يعني متمائز. معنا العبارات والاكسيبريشنز اللي هي التعبيرات والاديامز اللي هي المصطلحات. وكمان اللي هي حروف الجر. يعني بص صدفة. وده احنا حسبنا الموضوع ده يا جماعة قلنا الجدول ده احنا بنحفظه ازاي? اللي بيقدر يحفظه اوكي اه تمام? اللي مش هيقدر يحاول يقرأه اكتر من اربع مرات. لو قرأت انت الجدول ده اربع مرات وراء بعض صدقنا هتحفظه. طب هو هيجي يسألني في ايه? هتقول لي يا مستر احمد هو هيسألني في حرف الجر باي زي ما انت قلتنا قبل كده. هيسألك دايما في حرف الجر لو في حرف جر. هيسألك في فيرب لو في فيرب انا هقول لك. يعني مسلا هيجي يقول لك ايه نقطة يبقى هي باي اكسدنت. ملاش علاقة بحد سبق معناها علاقة بالايه? بالصدفة. هنا هيقول لك ايه? فيرب تو بي. هيقول لي مسلا يا مستر بي اجريت ساكسس يعني ينجحك كثيرا. لا هيقول لي شي اللي بيه وحط ام او از او ار. او يحط في الماضي ووز او وير. اجريت ساكسس. تمام. كيبيو فات? كيبيو فات يعني يحافظ على ليقم. يحافظ على ليقطق. هيجي اسألني في ايه? في كلمة فات. يا اما يسألني في فيرب ايه? فيرب كيب. تمام. ايه مقات? هيسألني في ات. ايه مقات يعني ايه? يهدف الى. هيسألني برضو بحرف الجر تو يعني متوفر ليه? كرول يا جماعة يعني يسحف. يعني يسحف حوله. تمام. اللي هي خبرة بيو. خلي بالنا ان كلمة قولنا ماش بتتجمع. لو هي معناها خبرة. يعني يتناسب مع او يتلقم مع. يبقى هو يسألني في ايه? خلاص احنا حفظنا? هسألنا مستر رحمد في حرف الجر with. يعني يجعل الحياة اسهل. انا لو انا عايز اعمل يبقى انا بقدم توصيات او ترشيحات. يعني يظل بصحة جيدة. هيسألني برضو في حرف الجر يعني وفرة او كثرة من. سل ونقط هنا زي سل حاجة مسلا يبيع ليه? يا اما هنقول تو يا اما هنقول فور. طب يا مستر احمد هو هيجيب للاتنين دول في الاختيارات? لا. هيجيب لك واحدة فيهم. تمام. يعني ناجح فيه. يعني يصوت لصالح. يبقى هتاخد ايه? حرف الجر ايه? هتاخد حرف الجر فور. تعال نقرأ اللي هي المشتقات اللي هي منها الفرب. هنجيب منها النون وكمان اللي هي الصفة. يعني يرتب. يعني ترتيب. يعني مرتب. يعني مرتب. يعني حضور. collect. collection. collective. describe. description. descriptive اللي هو وصفي. expand خدناها. expansion. expandable. motivate. يحفز. motivation. الحافز او الدافع. motivated. متحفز. وليست متحفز العمل شيء دار. لا هو بيتم تحفيزه لانجاح مهمة. promote. يعني يطور او يرقي. promotion اللي هي الترقية. سواء في شغلانة او في عمل. promotional. يعني مطور او مراقب. recycle. recycling. recycled. reduce. reduction. reduced. remove. removal. removable. يعني قابل للازالة. train. training. trained. يعني متدرب. تعالوا نشوف الجزئية بتاعة الفوكسينج. احنا هنفوكس على ايه بالزبط من الكلمات وازاها ان احنا هنحفزها. انا عندي فيرب اسم crawl. يعني يسحف. to walk. يبقى هي ووك. بس walk على ايه مستر? انا همشي على feet ولا همشي على hands. همشي على hands. يبقى ايما انا walk على hands او walk على knees. hands اللي هي الايد او اليدين. وال knees اللي هي الركب. والنيز اللي هي ايه? الركب. يبقى crawl اللي هنا ايه? مع القرول. يبقى هنا معناها ايه? يسحف. تمام. يبقى هترتبط بالتلات كلمات اللي انا معلم عليهم دول. accessors. ال accessors على فكرة هي كلمة صعبة في حفظها. ولكن ركز فيها هتبدأ لما تيك تحفظها هتقول ايه دابل سي وبعد كده ايه دابل اس وهيك هتكمل ايس خلاص تمام الاكسيسرز هي ايه طبعا بنات في كل مكان هم اللي عارفين الكلمة دي بينطقها كتير ممكن تبقى باكز يا مستر ممكن تبقى هاتس ممكن تبقى شوز اي حاجة يا جماعة ماتش كلوذ ماتش ايه كلوذ وكلوذ حرف الاس هنا مش بننطقه تمام اي حاجة تناسب وتلائم مع انا قلتي ماتش ايه ماتش وذ يعني ايه يتناسب يا مستر او يتلائم مع ما تلائم مع الايه مع الكلوذ اللي هي الملابس اوتفت الاوتفت ملابس هي بتسوي كلوذ يا مستر تمام طبع هنشوف احنا معناها دلوقت او زي كان اللي بالك هو شرح هنا قالك ايه different كلوذ طب يا مستر ملابس مختلف عن ايه يعني او ده هو عاوز يقول لك ايه انت لما هتطقم كده هتاخد مثلا ايه اميس بيج على بانطلون مثلا بوني خلاص كده بنابس مختلفة هتلبسها مع بعض اوكي range تنوع اللي هو السيني نم بتاع فرايتي كماكروس يعني يصادف يصادف بقى دي معناها ايه او يقصد بها ايه هنشوف بقى يصادف دي يعني يكتشف حاجة بالصدفة تعالى معايا بيقول لي ان انا discover something فعلا by accident بالصدفة كده انا اكتشفت حاجة الجزئية بتاعة السيني نم اللي هو المرادف والانتنم اللي هو المضاد اللي بتسوي كلمة opposite اللي احنا تعودنا وعملنا طريقة خاصة بينا وخاصة بالقناة الاساس جرامر انجليزي وبابناء الطلبة في كل مكان افرد هي منج الانتنم رفيوز collection هي selection الانتنم separation complex هي complicated الانتنم symbol display هي demonstrate هي present هي show الانتنم hide او cover filter هي clean هي refine الانتنم pollute global هي world wide الانتنم local outline هي summarize الانتنم exiband practical هي useful هي factual الانتنم theoretical recycle هي reuse الانتنم waste unique هي extraordinary هي uncommon الانتنم common variety هي range هي diversity الانتنم similarity تعال بقى نشوف الكلمتين دول احنا اخدنا شرحنا كلمة position قبل كده مع كلمة location هو لما قدانا او احنا لما قرينا كلمة venue لازم نعرف ان هو هيكلمنا عنها خلينا ناخد كلمة كلمة كده position هتويجي تقول يا مستر يعني مكان او وضع طب خلينا نشرحها لو هي موقع محدد يقول لك هو position بتاعك ايه وخلي بالك position ده ممكن يكون position في وظيفة وظيفتك في الشركة دي ايه او وظيفتك في المدرسة ايه position بتاعك او position بتاعك في الملعب انت لعيب position بتاعك ايه تمام كده او احنا مثلا بنقيس مكان معين فانا بقول لك انت ايه position بتاعك هتوقف هنا عشان انا هاخد المجر على position انت واقف فيه موقع محدد تعالى بقى كده بيقول لي هي place هي ايه place فيها someone او something مالوه مستر in relation to يعني له علاقة بيه او متصل بايه بالobjects التانية او بالاماكن التانية تمام طب تعالى نقرى المسال اللي احنا متعودين احنا بنشرح منه she showed يعني هي عرضت او بينت او ورتني position of the village on the map بيبقى هنا ايه position بتاع village اللي هي موقع موقع القرية على الخريطة كده فهمناها واندتك لها اكتر من معنى طيب كلمة فينيو كلمة فينيو احنا قلنا مكان لاقامة حدث مكان لاقامة ايه حدث ده المعنى بتاعها احنا قرناها وحنا نقرى الفوكابس تمام قال لي هي باردو بليس تمام يا مستر ايبقى هزي هزي البوزشن كان حد دلوقتي where something تمام يا مستر ما هي التانية كان فيها something بس ايه بقى سوين هنا meeting concert game الى اخيره بقى ايه مالو تيكسي بليس تيكسي بليس يعني يا مستر يعني happen يعني يحدث يبقى انت سيد الفاضل هتلاقي meeting هتلاقي concert حفلة موسيقية تلاقي game تلاقي عرض سينمائي يبقى انت هنا هتتكلم على مكانه الاقامة الحدث يبقى احنا هتكلم على ايه position لا يا مستر اتكلم على venue طب تعال نشوف المسال اول ما يقول لي the meeting will be held سيعقد في ايه بقى اتافينيو يبقى ده ما كان الحدث اتافينيو فين يا مستر طيب in the south of the city جنوب المدينة طب تعالى نشوف الفرق بين display و show على الفكرة بمعنى قريب ما بين الكلمتين من ناحية العربي display و show من ناحية العربي ده عرض وده عرض يعني لو الكلمة بالعربي كده هقول لك ده عرض وده عرض بس ده عرض ايه وده عرض ايه يخليك معايا اول حاجة display display شوف بقى خلي بالعربي كده قال لك عرض الاشياء للبيع او المعينة عرض الاشياء للبيع او للمعينة يعني انت سيد الفضل كده ايه راحين يا شباب بنشتري مسلا حاجة من محل ولم تبصينا في الفاترينة هتليع عرض حاجات كده في الفاترينة والرسة رسة كويسة اللي عامله ده اسمه display اسمه ايه display وليس شو اسمه display وليس شو انت رايح مطعم كده وليت الاكل موجود البوفيفا بقى تفتح يبقى الليند اللي مرسوس قدامك اسمه display display يعني عرض وليس شو ركز معايا طيب تعال نقرأ المثال على طول المثال there was a special display of local photographs اه كانوا عاملينه عرض للصور يبقى ده عرض صور مش شو امال شو يا مستر انت عملتوا لي مش شو مش شو امال شو يعني معناه ايه عرض بس ولكن عرض ايه عرض فني خلاص كده اتحسبت معناه عرض ايه فني تعال نشوفي المثال كده tonight's show عرض النهاردة جماعة is live اه ده بس مباشر من كايرو ستيديم يبقى ده عرض ايه فني تمام حتى هنا لما هو شرح كلمة show قالك ده performance للبوبلك للعامة especially على وجه الاخص او مثلا او خاصة لو ايه لو include singing dancing jokes تعال نشوف الفرق بين كلمة global اللي هي بتصور دوايد وكلمة international يعني عالمي هتيجي تقول لها مصر ما دي دولي ودي علامة والاتنين واحد طب تعال كده نشوف اول واحد global global يعني عالمي لها علاقة بالworld global تمام قال لي دي affecting او including the whole world خلاص كده اتحسبت معناه من الكلمة دي اي حدا لها علاقة بالايه بالworld يعني بالعالم باكماله المثال زي ما احنا شايفين كده only the UN ال UN اللي هي يا شباب United Nations اللي امم المتحدة can tackle global problems tackle يا جماعة اللي هو فيرب المعنى تعالج او تتعامل معه مع ايه بقى مع global problems اللي هي المشاكل العالمية زي ايه يا مستر زي ورلت زي ما هو شرح لي فوق كده طيب اما كلمة international اللي هي دولي كلمة international معناها ايه معناها دولي خلينا كده نركز مع بعض في المثال this is CNN الاخبارية الامريكية branding you all the latest international news انت على فكرة هتطلع الفرق ما بين الكلمتين دول في اي جملة هتجيلك هي الجملة بتبقى محصوصة كده هنا بقول لك ايه international news اخبار عالمية ملاش علاقة بقى بالورلد ولا مشاكل الورلد فهمت انا قصد ايه يعني وقت ما هتلاقي نفسك هتلاقي كلمة وورلد او مشاكل عالمية او النظام البيئي العالمي او النظام التجارة العالمي يبقى انت كده هتتكلم بالجلوبل اما لو لقيت مثلا اخبار دولية مطشط دولية فهي international تعال نشوف الملاحظة دي احنا اتكلمنا عليها وشرحناها قبل كده لما كلمة year خلي بالك انا في الجملة دي انا هقول لك احنا نقصد ايه بقول لك a fourteen year girl ليه ما قالش هنا years ما جمعهاش a fourteen year girl from india has created her first own invention قال لك انا انا استخدمت صغط المفرد بتاعة كلمة ايه بتاعة كلمة year لانها جاية صفة للاسم اللي بعدها جاية صفة للاسم اللي ايه اللي بعدها واحنا عارفين الادجكتف ما بتتجمعش تمام طب تعال نشوف المثال التاني ده كده عايز يقول لي استخدام الفعل في ing بعد حرف الجر ايه بعد حرف الجر at the competition organizers منظوم المسابقة where very good at sending هو اعتمد هنا على ايه ان اي فرب هيجي بعد اي حرف جر هيتاخد في ing تمام في الملحوظة رقم ثلاثة دي بيقول لي ان الفرب organized هنا for my invention to be sent بعد ما بيلاقي كلمة organized وهنا الجزء اللي احنا شرحناه في الدرس اللي فات ان انا بيعندي made دي اصلها which is made which is a made احنا حذفنا هنا ضمير الوصل وحذفنا verb to be واكتفينا بس بالايه بالبي بي تعال نشوف معانا number one father says that we can't ابويا بيقول ان احنا مش هنقدر نقط to go anywhere مش هنرفع اي مكان يا جماعة معلش يا ولادي في this summer في الصيف ده ليه because of his financial problems عنده شوية مشاكل مالية يبقى مش هنقدر ايه يا مستر مش هنقدر ايه we can't ايه بقى afford تمام اللي رقم بي we can't ايه afford ان اتحمل نفقات تمام number two all members of the team are requested to space او نقط this important meeting وعضاء الفريق مطلوب ان هما يعملوا يا مستر يحضروا يعني افرد لا reject لا refuse لا وافرد اتحمل نفقات يبقى يحضروا يا مستر attend تمام اللي رقم d bravo number three prices are lower between the big stores وده المطلوب في هذه الايام حتى بقولك لما يبقى في ايه ايه ما بين المتاجر الكبيرة والمحلات الكبيرة فبالتالي الاسعار بايه بترخص صح كده هيبقى فيه يا مستر هيبقى فيه منافسة فين هي بقى هل هي ايه كلمة اللي انت خدتها في الدرس النهاردة اللي هي ايه منافسة تمام اه ده العلقات بتتحكلم في الفصل كده والدنيا ايه اه فيها دربكة وبعدكها دخل مين ها المدير الجاد مستر كامل دخل فجأة ها عايز كلمة ايه انتري برافو انتري صدن انتري الدخول المفاجئ بتاع مستر ايه مستر كامل ده رابر واز نقط اسطول اندارك ده المواصفات بتاعته اند اجد اباوت تويني ايه اللص اللصة شاب صغير ده عمره عشرين سنة يبقى ايه هل هي بريسكرايب ولا ديسكرايب ولا اسكرايب ولا فوسيلايزد فوسيلايزد لا هو ديسكرايب ده مستر وصفه اللي رقم بيه بشكله كذا كذا ديسكرايب تمام نمبر سكس اوار نيشنال تيم والبلاي القوم بتاعنا منتخب والبلاي ثري نقاط 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 يا ترى هاختار ايه ماينرز ولا لوزرز ولا فايناليستس ولا لوكلز لا هاختار فايناليستس يا مستر يعني ايه المتسبقين للنهائي او الوصلين للنهائي تمام نمبر سيفن هعمل لك ايه بقى هعمل لك اجريمنت ولا اكميديشن ولا ديسبيوت نزاعات ولا اقامات ولا موافعات ولا ارانجمنت ترتيبات براف نمبر ايت بولك في خطط كده بعض الخطط نقاط المطار المحل في مدينة الغرداء عشان يخليه مناسب كده لرحلات كبيرة يعني يستقبل رحلات ايه ضخمة هيعملوا ايه توسع يا مستر توسع فين اكسباند ايه تو اكسباند برافو نمبر ناين اوزون لاير اوزون لاير لايه ايه طبقة الاوزون تمام نقاط هرم فول الترا فيلت رايز هو دور طبقة الاوزون ايه يا شباب اهو بيرشح او بيناقل طب ما هو جاب لي ايه يا مستر جاب لي تشارجس فيلترز فاصل ستورز انا عايز ترشح اه يعني بيتخلي اشعة الشمس تيجي من غير الايه اشعة فوق بنفس جايه يبقى فيلترز عاملة زي فلتر الميا كده ما بترشح برضه نمبر تن الحفلة الموسيقية لسه يترشح برضه سيدي في ايه يوم السابت ايه بقى مش دي حفلة تمام احنا قلنا حفلة هناخد ايه كلمة ايه فينيو يا مستر فينيو اللي رقم ايه فينيو تمام الفيلم عمل ايه بقى في مهردون برلين الدولي حصل على ايه هاخد برايز او مستر هاخد ايه برايز اللي هي جايز تمام تولف انتمورس الليكشن الليكشن ديه هتحللك معنى الجملة عندك الليكشن ليه انتخابات انتخابات ايه انتخابات بكرة مالها بيسال بقى الشباب بقى والبي ايه بويسنج ولا فوتنج خلاص ايه مستر هيا فوتنج ايه انت لو بخاطرنا تقطها احنا عرفناها فوتنج تمام ثرتين بريفلي نقط what we are trying to achieve this year يعني هو المدير لخص كده ايه what we are trying to achieve اللي احنا ايه هنحققه السنة دي هلخص ايه مستر لايند ولا انكلايند ولا اوتلايند ولا اندر لايند خدنا كلمة اسمها يوجد الخطوط العريضة او يضح او يضع خطوط عريضة اللي اسمها ايه اوتلايند برافو 14 there is will share نقط to most of the public building is the city في كرسي عجل متاح اا نقط اللي بمعظم مثلا المباني العامة في المدينة كرسي عجل ايه بقى كرسي عجل نقط كرسي عجل ايه بقى access ولا road ولا rail ولا stop انا خدت كلمة اسمها كده ايه access اللي هو ايه ان انا اقدر استخدمه access تمام اللي هي ايه سهل المنال تمام 15 بيقول لي البيانات دي بتاعت الوظيفة لسه متاحة ان انت ممكن تنزلها على موقع الشركة لسه ايه لسه متاحة فين هي بقى ها available available لرقم بيه تعالوا بقى شباب نشوف جزئية الانجولجين هيكلمني على ايه هيكلمني علي يا مستر هيكلمني على relative pronouns relative a pronouns اللي هي ضمائر الوصل وده جزء تكملة للحلقة اللي فاتت بس تعالى كده هو هتلاقي هيبدأ اديني remarks او notices ملاحظات على اللي احنا قلناها وهيزود فيها بعض الحاجات الجديدة خلاص احنا هنتكلم النهاردة على relative pronouns اللي هي ضمائر الوصل number one اول ملحوظة احنا طبعا متعودين هنقرب العربي بس الاساس عندي اللي انا هشرح على المثال in english تمام قالت تستخدم what انا عارف what يا مستر بمعنى ما او ماذا وبسأل بها بالسؤال صراح تمام طب ايه رأيك بقى لو انا استخدمتها لو انا استخدمتها كرابط ما بين جملتين هتكون معناها ايه ما طب في الحالة دي هيتساوي ايه هتساوي the thing that هتساوي ايه هتساوي المقطع ده جماعة the thing that سواء thing او things تمام كده تعالى بقى شوف البرواز ده شوف البرواز اللي احنا منورين عليه ده لحضراتكم اللي موجود قالك ده وقت مكانها في الجملة هتلاقيه فين بالزبط قبلها ايه قبلها verb او فعل او ضمير pronoun او noun او اسم لا تعود عليه يعني ملهاش علاقة بيه ملهاش علاقة ايه ملهاش علاقة بيه طيب وبعد كده هتلاقي what موجودة وبعد كده يجي وراها ايه يجي وراها فعل او فاعل طب يا مستر معلش العربي مش موضح قوي تعالى نشوف المثال مع بعض اللي احنا نشر عليه i didn't understand what he had said يعني ايه انا مش فاهم اللي هو قاله يقصد بيه يا مستر انا ماليش دعوه بالبنا ادم ماليش دعوه بالفاعل ده انا بتكلم انا اصدع على ايه على اللي تقال اصدع على ايه على اللي تقال يبقى وط هنا يا جماعة بتربط ايه بتربط الكلام اللي تقال تمام يعني هنا زي ما هو قاله كده اللي بتساوي ايه زي سينجز ايه زت طب تعالى نشوف المثال كده تعالى وبين قصين كتب احمد يقصد ايه بالمثال ده ويقصد ايه باحمد اللي بين قصين دي يقول لك انا مش اقدر اديله الجزئية اللي جاية بعد دي اللي هي الفاعل والفاعل او الفاعل والفاعل ومع كلمة مالهمش علاقة بالجزئية الاولية ده شباب مالهمش علاقة بالجزئية دي عمال بتربط ايه مستر بتربط نفسه هو هنا بقول لك مش اقدر اديله يبقى هو بيقصد الحاجة اللي هو المفروض هيديها لحمد دي ومش يقصد احمد نفسه تمام كده تمام طب تعالى تشوف المثال التالت بقول لك يا اخي اللي خلاني اهجات فرافة ايه غطبان ومتدايق احمد ان احمد دايما بيجي ايه متأخر هو برضو مالوش علاقة باحمد مالوش علاقة بايه مالوش علاقة باحمد ده هو بتكلم على تأخير احمد تأخير احمد اللي خلاه ايه اللي خلاه انجري المعلومة التانية هيتكلم معايا على ويتش هنا هستخدمها عشان نشير بيها اللي جملة كاملة نشير بيها الجملة ايه كاملة طب الجملة كاملة دي فينا مستر قالك قبلها الجملة اللي هتشير لها ويتش دي قبلها ماي برادر وون افاليبل برايز فاس بجايزة قيمة وثمينة خلي بالك من احنا قلناه اللي بتختم نعني استخدم ذات ويتش بقى دي كل اللي قبلها ده هي بتعود عليه بفوزهم بالجايزة خلاني ايه سعيد رقم تلاتة الملاحظة بقى تاعت هوز بتاعت الملكية الهوز باستخدمها بدلا من اشكال الملكية كلها عارف انت اشكال الملكية هو قالك بدل ما اقول البنت اللي يعنيها ملونة تبقى اختي قالك انا هشيل يا عم كلمة واقول ايه واقول ايه اللي يعنيها اهي وده جماعة تكمل درس الفات والله نفس الجمل دي احنا قلناه تمام طب تعايش في المسال كده الله يبقى الراجل يغني وعنده عربية حمرة عايز اربط هربط بهوز لان هنا دي خلاص في ملكية هنا واحد بيملك حاجة يبقى الراجل العربية حمرة ماله تمام طبع مصر هو هيجي يقول لي حول لا هجبالك نقط وهقولك دلوقتي هجبالك اختيارات ازاي تعالى في المسال ده كده السيارة دي فازت بالسباء لونها كان احمر يبقى السيارة اللي لونها احمر فازت بالسباء اهي الملاحظة لقم 4 حد يقول له مثلا ان بطلغبت ما بين هو هو لا ما طلغبت في فرق في فرق بين الاتنين تعالى نشوف الفرق ايه تعالى نشوف هو هو يقصد بها ايه اللي هيا دي الجزئية الاولياء دية فعل او فعل فاين جي وكمان او اسم بتسوي هو اس يعني مستر هو ابو س بسوي هو اس تمام بتسوي هو اس ولما بتيجي في اه جملة بيجي وراها فعل فاين جي او اسم طبعا مستر ممكن تبقى هوز اللي هي هو ابو سر في اس اختصار فهاز تمام بس في الحال دي هيجي وراها ايه هيجي وراها بي بي تمام كده? تعال شوف بقى المثال اللي هيوضح معنا الدنيا دي كلها يحترى دي هو إز ولا هو هاز هشوف اللي جواه وراها إيه يبقى هو إز انتبه المثال التاني لا ده مثلا دي الملكية دي الايه الملكية اللي تليفونه كان ماله كان مدايا أو غطباه تعالى الملاحظة لقم خمسة بقول لي في بعض الكلمات بتستخدم كاسم وفعل فإذا استخدمت كاسم لو الكلمات دي استخدمت كاسم فإنها تسبق بهوز أجيب هوز قبلها ومن الممكن أن نعرف أن هذه الكلمات اسم إذا جاء بعدها فعل يا سلام ماذا طبيعي فأنا هعرف أن الكلمة اللي قدامي دي اسم منين لازم يجي وراها فيرب لازم يجي وراها إيه؟ فيرب عموما لو الكلمة دي جات كاسم أحط قبلها إيه؟ هوز طب تعالى مستر هي إيه الكلمات دي؟ تعالى نشوف إيه هي الكلمات اللي هو بيقول لي لو جات اسم وهجيب قبلها هوز تعالى نقرأ كده خلي بقى كبس معلش في غلطة صغيرة أنا هقولك عليها دي يا جماعة يعني أنا عايزك بس تشيل إيه تشيل حرف إيه الت ده أهو وتشيل حرف الإس ده علشان دي غلط likes and dislikes and hopes تمام طب تعالى نشوف المسال ده اللي هيوضح لو الكلمة ديها مسترجات اسم يعني أجيب قبلها هوز تعالى people who likes and dislikes قدي الكلامات اللي هو كان بيقول لها يبقى هنا اسم وعرفنا انها اسم ليه نجا ورها فيرب بها يبقى هنا عشان كده جبت قبلها ايه جبت قبلها ضمير الملكية هوز people whose likes and dislikes are the same are good friends تمام طب تعالى نشوف المسال التاني I like the stories who's in this in this اه ممكن يقول لي فيرب يا مستر بس هي جاي ورها فاعل يبقى هي اسم يبقى هي ايه اسم وطالما جات اسم احط قبلها ايه هوز اللي نهايتها بتكون سعيدة تمام تعالى نشوف الملاحظة اللي جابها لي على ذات قال لي ذات باستخدمها بعد صرات التفضيل بعد صرات الايه التفضيل وبعض الكلمات اللي هي جاية دي كلها يعني يقول لي all anything everything few little many much no or nothing none or something كل ده ذات تيجي ايه بعد الكلمات دي زي في المثال ده is that all ادي اولها يبقى جات وراها ذات is that all that you want me to do هو ده كل اللي انت عايزه مني او المثال ده there isn't anything that ادي anything بجات وراها ذات we can eat in this house يا عم ده مفيش حاجة ناكلها في البيت ده تب تعالى تشوف المثال التالت this is the best book فينا مستر اللي اتا قلت عليه ده مفيش يا مستر لاي كلمة من الكلمات فوق وانا مش قلت صغة تفضيل مش انا قلت صغة تفضيل زي باست هاي صغة تفضيل تمام صغة تفضيل العليا يبقى جات وراها ذات this is the best book ده افضل كتاب that i have ever read الجزئية السابعة بيقول لي ممكن استخدم حاجة اسمها why او for which كضمير وصل ازا ده مستر طيب تعالى كده في المثال مش انا يهميني بس الجزئية اللي جاي دي i'd like to know انا عايز اعرف the reason السبب why اما تقول why he decided not to come ليه هو ما قرر ان هو ما يجيش او to all i'd like to know the reason انا عايز اعرف السبب for which he decided not to come تمام مستيغة دي تعالى بقى انا عايز امستنى لنا الحتة دي من بدري حالات حزف ضمير الوصل ايه هي الحالات اللي انا هطير فيها which او that او الرابط او who او whom اول حاجة number one اذا كان في محل مفعول به اه مستر حسط نحو دي ولا ايه تعالى مش رحلك انا ايه نحو نشطر في العرب على فكرة number one the meat was delicious لحمة ايه لذيذة we ate it yesterday we ate it yesterday تمام كده احنا كلناها امبارح مش دي الميت الفاعل وده it ضمير بيعود على الميت وهو ده بقى ايه محل مفعول اهو فاعل فاعل مفعول تمام طب نربط مستر نربط the meat which تنفع ذات يا مستر تمام اهي the meat which او ذات we ate yesterday كانت ملها was delicious طب يا مستر هو انا ممكن اشيل which او ذات هنا وما اقولهمش خلص في الجملة طب نقرأ كده the meat we ate yesterday was delicious هتلاقي الجملة بتتقريب بمنتهى السهولة وصح فاهمتها تمام تتعرف المسال التاني the man is my neighbor الراجل ده جار يا جماعة i meet him فين زكاتف محل مفعول يا مستر ما اي ده فاعل meet ده فاعل him ده ضمير مفعول everyday طب نربط نربط يا مستر the man who تنفع whom تنفع that تنفع i meet everyday مالو ده جاري طب ممكن اشيلها مستر الروابط دي كلها وانطق الجملة the man i meet everyday is my neighbor يبقى كده الجملة دي مظبوطة وصح في نفس الوقت ها نكمل حالات حاسف ضمير الوصل number two اللي ممكن احزفه اذا كان بعده مبني المجهول يعني بص كده which وبعد كده مبني المجهول وباس هشيل بقى كل الكلام ده واستخدم بس الايه البي بي اللي موجودة في المبني المجهول مش فاهمين يا مستر تعالش في المسال اه نفس الدرس ده جماعة انا شرحته في ما موجود في نفس الواحدة في ما لها جولة سنوي او في الواحدة 11 هو عاوز يقول يا مستر I still remember the encouragement. خلي بالك من دي. خلي بالك من دي. which was given. which was given. لما لقى كلمة given او was given بعد which. قال لك انا هشيلهم يا عم مش هحطهم. وحط بس البي بي. تمام. رقم تلاتة. تلات حلل حسف ضمير الواصل. ايه هي يا مستر. قال لك لو كان ضمير الواصل ده بعده مبني المعلوم. الله طبعا هلسه اقل مبني المجولة مستر. بس بتاعت مبني المعلوم ده. هحزف الهو او الويتش. واستخدم الايه. الاي انجي او الجيرند. تعال. the boy sitting. انت عرف دي اصلها ايه اصلا. اصلها the boy who sits. ما تنفعش يا مستر the boy who is sitting. تنفع. تنفع ديه تنفع ديه. ما له بصيد من اللي قاعد جنبي is naughty. واتش ايه. سهل على فكرة. تمام. number four. الحالة الرابعة لحسف ضمير الواصل. اذا كان ضمير الواصل ده بعده اسم. او اسم موصوف. بنعمل ايه يا مستر? قال لك بعندي who a witch. وبعد كده verb to be. بنحذف اهو. يعني نعمل ايه يا مستر مكتبش اي حاجة. مكتبش اي حاجة. ولا نضع شيئا اهو. ولا نضع ايه شيئا. تعال كده. حسام حسن. لعب الكرة مشهور. افيمس فوتبولر. خلي بالك من الايه من القماهات دي. احنا اتكلمنا عليا وشرحناها الحصة اللي فاتت. تبقى مستر هي who was دي مكانها فين في الجملة. مكانها اسمع بقى معايا. حسام حسن. who was افيمس فوتبولر ماله one mini prizes. قال لك انا لقيت ان who was دي ملهاش لاسما ان انا احطها فشلتها. ونطقت الجملة ومشيت معايا مظبوطة. طب فينا مستر شرحها. قال لي ما هو ده who was دي او هو. اللي هي جي بعدها ايه بقى. ده من الواس ده جي بعده ايه. قال لي جي يا مستر اسم او اسم موصوف. اسم او اسم ايه موصوف. قال لك افيمس فوتبولر. افيمس ايه فوتبولر. تمام. تعال لبقى ان نطبق الكلام اللي احنا قلنا ده على مجموعة الاكساساسيز دي. number one. خالد خلي بالك من القماه دي اه. تمام. نقط. father is a mechanic. اهي قد القماه التانية. هاش just repaired our car. لسه مخلص ياخد تصليح العربية بتاعتنا. انا ليه بقولك القماه ومش القماه عشان. لو عندك زد في الاخترار تطلح برا الحوار. تمام كده? طيب ما ده مستر مش جملة هوس خالص لديه? صح كده? تمام اوكي. اه هنا حاجة. بقولك خالد اللابو. خالد اللابو. يعني هنا مش ضمير ايه فعلا مستر. طيب ما انا هاخد ايه ملكية? هاخد ايه? هاخد ملكية يا مستر هاخد ايه? هاخد ملكية يبقى هوس. اه خالد اللابو ميكانيك. ماله? لسه مسلح عربتنا. يبقى هوس. number b. number two. سير ارثر كونان دويل. نقط وزا دكتور باي بروفيشن. انفنتد شارلوك هولمز. هو ده اللي ايه اختراع شخصية شارلوك هولمز. تمام. وانا بتكلم على سير ارثر كونان دويل. صح كده? يبقى هو. اللازي. سهلة جدا هي الجملة. طيب مستر ما ما افعش مش هو بتاخد ذات خلي بالك. انا قلت لك انه لما يكون في الكومة طلع ديه من حزبانك خالص. ولا كأنك ريافة. number three. is a subject about I know very little. البيولوجي. ده غير عقل يا مستر يبقى واتش. اه? سهلة. رقم بي. number four. my local tenis club. الفريق النادي بتاعي اه بتاع التنس ده. نخلي بالك مقامة هنا. عشان تطلع علي ديه من الحوار. تمام? حفزنا يا مستر والله. نقط. I learned to play tennis was on television yesterday. اه مش من النادي ده. مكان. تمام يبقى وير يا مستر. وير? حيسو. number five. I study for languages. بصوا يا جماعة انا بتكلم ايه وبدرس خمس لغات. نقط is a lot for me to learn. كتير قوي. صح? انا شايفهم كتير فعلا. الخمس لغات دول مش غير عقل يبقى. I study for language which is a lot for me to learn. تمام. number six. the president met زمان. الرئيس قابل الرجل نقط son. تا لما بص بعد النقط لقيت حاجة حدا هيملوكها. يبقى انت بتكلم على ايه? على who's الملكية? على ديه. يبقى انت بتكلم على ديه. قابل الرجل اللي ايه? اللي who's son? اللي ابنه came first in the competition. اللي طلع الاول فين في المسابقة. here is the barbers. barbers اللي هو ايه? محلل ايه? الحلاء? I have my hair cut. اللي قصت عنده شعري. اه المكان الحلاء ده مستر مكان. يعني where? تمام. هي رقم دي. number eight. in the summer holidays. يا فعجاز للصيف. not most people take their holidays. seaside. towns are usually very busy. بتكلمنا على وقت يا مستر. وقت بحك اخد مع ايه? when? اخد مع ايه? when? الرابط when? number nine. the teacher not I had a tutorial last week explain things really clearly. المدلس انا باخد عندي دلوس ده. الاسبوع اللي فات كان بيشرح حاجة ايه? جميلة جدا وبمنتهى الوضوح. يبقى the teacher that i had. ما يفعل يا مستر وذات. طب هوم فاكر لما كنا قلنا حرف جر مع الرابط هيا دي. with whom? bravo. with whom? اللي انا باخد معه درس. number ten. the company. كما? يعني طلع لي زات دي من الحوار. the company. نقط ايه الحلوان? مالها? employees. موظفة كم? موظفة one thousand employees. الف موظف. لما company دي الشركة يا مستر يبقى which? التي? 11. judy. عرفش judy دي موجودة في كتاب جيم في تانية سنة ولا سنة وتالتة سنة. اعتقد ان judy بنت صاحب الكتاب. صح? رأيكو. judy كلي بات مكامة. نقط father works for a multi national company. ده كده انت حلتها مستر. judy اللابوها. ما هو? اللابوها. اللابوها يبقى هوزة مستر ملكية. اهي? رقم b. 12. they treated the poor man rudly. طريقة معاملتهم للراجل الغالبان ده منتهم القصوة. نقط made me angry. الكلام ده خلاني ايه? خلاني متدايق صح? يعني الحدث ده خلاني متدايق. خلي بالك انا ها شايف دي? which. شايف اللي احنا كودة لسه بنشرحه من شوية. which made me. which made me angry. تمام لما كنا بنقول ايه بنقول ان نودش لها علاقة كل الجملة اللي قبلها تمام يا مستر انا كده ايه في امتحات قصد ايه نمبر ثورتين بفرنيتشر نقط باي ديس كامباني اس تيستفول ان دي لاستس فور اللون بطايم ايه تيستفول ده يا مستر هو مزاقه حلو هو الفرنيتشر لا فاكر احنا مش رحنا كلمة تيستي وتيستفول وفرقنا بين الاتنين تمام يعني الزوء بتاعه عالي او بيعيش الموباليا اه يا دي انهي جملة مستر فاكر بقى حالات حس في بقى ضمير الواصل دي على جملة حالات حس في ضمير الواصل افتكار معايا هقول ايه تتقول لي ويتش ميد يا مستر لا ده عشان دي تنفع ويتش ميد ايه رأيك الله يبقى مسلا هاخد البي بي بس يا مستر هي دي يبقى ميد برفع عليك رقم بي ناس اتصابت في الحادثة الطيارة او في صدم الطيارة يبقى تين بي بول فيهم تلات اطفال صح كده؟ هو عاوة تقول لك فيهم فيهم ده ايه؟ انكلودنج انكلودنج فاكر دي احنا استخدمناها ليه؟ بعض ده حالات حاس في ضمير الواصل اللي هو ايه؟ تين بي بول هو ار ها؟ انكلودنج حزفت الهو ار واسبت الفعل في ايه؟ في اي ان جي نمبر ففتين هبا لست ده بوك هبا ضيعت الكتاب او كتاب ضع منها تمام؟ نقط هير لاست منزل عايز اقول لك اللي انا بتطهولها يعني قلت لك دايما لما تلاقي حاجة زي كده وفيها ضمير زي ده يبقى الجملة كلها ما تلزمكش تمام كده؟ تمام طيب وفي حاجة اسمها فين الضمير اصلا يبقى دي لا هولنت فين الضمير يا ابني فين اي مفيش يا مستر خلاص يبقى هاحزف فين الضمير حالات حاس في الضمير اهو يبقى اي لنت هبقى لست زي بوك ها ويتش ايلنت هير طب حزفت ويتش وجبت استخدمت ايه ايلنت تمام؟ اللي هو الفاعل مع البيبي نمبر سكستين اخر جملة ذا ريز النقط اي دون لاي كرامي اس بيكوز هي السلفش ده السبب ده معا اللي انا ما ايه اقلاد راما بيعجبنيش تمام؟ احنا لسه قيلينها من شوية ذا ريزن ها واي ذا ريزن ايه؟ ذا ريزن واي اللي كانت الجزئية الاخيرة في الملحظة رقم تمانية كده اعزاء الطلبة في كل مكان احنا كملنا شرح المنهج ولحد مستني تعليقاتكم على المطلوب او اللي انتو عايزينه بالتحديد عشان نجهزه مع الحاجات اللي موجودة هيبقى اقول لكل اللي اتفرج عليها وما عملش اشتراك لقناة الاشتراك الانجليزي نبادر بعمل اشتراك او سبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان لما ننزل حلقة يوصل لكم بها اشعار عايز اقول برضو يا ريتا جماعة ابنائي في كل مكان واحبائي نعمل مشاركات للفيديو عشان توصل لاكبر عدد من الناس في كل مكان تحياتي كان معكم مستر احمد عبدالشافي اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهاردة درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقة سهلة وبسيطة انتظروني في مزيد من الدروس على قناة استاذ جرامر في جميع مناهج اللغة الانجليزية وتعليم الانجليش لانجوج بطريقة سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد تحياتي كان معكم احمد عبدالشافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة